البنك المركزي أعلن النهاردة ارتفاع رصيد الاحتياط من النقد الأجنبي من 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017 إلى 38.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي بالزيادة 1.2 مليار دولار معروف أن احتياط النقد الأجنبي لمصر يتكون من سلة العملات الدولية وهي الدولار واليورو والجنيه الاستريني واليين الياباني بمناسبة الكلام عن الاقتصاد وزير المالية الدكتور عمر الجرحي قال أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بقيمة من 4 إلى 5 مليار دولار الأسبوع المقبل